أهلا بكم في ملفنا الثاني المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء استفان ديمستورا يبدأ مشاورات ثنائية غير رسمية بنيويورك مع ممثلين عن الأطراف بالنزاع استهلها من لقاء ممثل جبهة الهوليساريو سيدي محمد عمار بمقر الأمم المتحدة المشاورات تأتي قبل إحاطة نصف السنوية التي سيقدمها ديمستورا أمام مجلس الأمن الدولي في شهر إبريل نيسان المقبل وفي وقت حساس لسيما بعد تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن العلاقات علاقت بلاده بالمغرب وصلت مرحلة اللاعودة هل سينجح ديمستورا في دفع المصاري السياسي لحل نزاع الصحراء وفي مصلحة من يصب تحريك الملف في هذا التوقيت نناقش بعد هذا التقرير لقاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يجمع المبعوث الأممي إلى الصحراء ديمستورا بمندوب البوليزاريو لقاء هو الأول بسلسلة لقاءة ثنائية سيعقدها ديمستورا مع أطراف الأزمة المغرب والجزائر وموريتانيا تمهيدا لزيارة إقليمية تعددت الوسائل والهدف واحد تحريك الملف وصولا إلى جمع الأطراف على الطاولة المستديرة قبل تقديم المبعوث إحاطته أمام المحفل الدولي في إبريل نيسان تطلع يصطدم بطريق مسدود يتمثل بأجواء إقليمية ودولية لم تسبب جمودا في ملف الصحراء فحسب بل صبت الزيت على نار التصعيد الميداني فالقطيعة الجزائرية المغربية خصوصا بعد تصريح الرئيس تبون أن العلاقات وصلت إلى نقطة لا عودة تلقي بذلالها الثقيلة على الملف كما هو الحال في الانقسام السياسي الحاد في العالم فنائب الرئيس الأمريكي هاريس تزور أفريقيا في سياق جهود لمنافسة الصين وروسيا في القارة تطورات تحمل علامات استفهام حول مدى عكاساتها وتأثيرها على ملف الصحراء وإلى أي مدى يمكن أن تشكل عائقا أمام حل حالته أجوبة ضائعة ما تزال مختبئة بين رمال الصحراء وغبارها ولقاش هذا الملف أرحب بضيوفي ينضم إلي من واشنطن أستاذ ماكي شرقوي المحلل السياسي أهلا بك أستاذ ماكي معنا كما ينضم إلي من مدريد طالب علي سالم ناشط سياسي صحراوي ومن الرباط دكتور رشيد الأزرق رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية أهلا بكم جميعا ودعوني أن أبدأ معك دكتور رشيد دكتور رشيد الأمم المتحدة وتحديدا المبعوث الخاص ستيفان ديمستور يبدأ مشاورات تتعلق بالقضية ما المتوقع برأيك من هذه المباحثات؟ المتوقع هي باتت هذه المشاورات باتت كلاسيكية والمتوقع أن هذه المحادثات لا تخرج عن السياق أو الممارسة التي توقف مبعوث الأمم المتحدة على اعتبار أن أطراف الأزمة الحقيقين هما المغرب والجزائر وبالتالي لطي هذا الميلف الذي عمر طويلا يلجم جلوش مغربي جزائري وهذا يتقوى مع مرور الأيام وبالتالي فإن الأمم المتحدة في جرها للجزائر كطارة في قضية النجاح والأطراف الباقية في المعنية بالنجاح هو تدليل بأن هذا النجاح الذي عمر طويلا لا يمكن للأمم المتحدة أن تعمل على حزمه إلا من خلال إرادة القوى الدولية على الضغط على الأفراد المتعنتة لطي هذا الميلف الذي عمر طويلا والذي يهدثه في الأمن والسلم الدوليين في المنطقة هل يمكن أن ينجح برأيك ديمستورا في استئناف المفاوضات بين الأطراف؟ ديمستورا يحاول حل حالة الميلف من خلال مناقشة مع جميع الأطراف المعنية بما فيها بالمرور عبر جزائر والمغرب ولكن للحصم في هذه القضية هذه القضية التي عمرت طويلا والآن مع التغييرات التي تعرفها دوليا وإقليميا المنطقة فمن اللازم أن الطرف المتعنت بات واضحا بشكل معني أي كلما قرب القضية من وضوحها إلا وتعنت الطرف الجزائري وبالتالي هذا التعنف الطرف الجزائري والتصريحات الأخيرة تطهير بأنه في الزاوية الضيقة ويحاول فك هذا الحصر والدغط الدوليين التي باتها المنطقة الدولية على بينا وقتنا بأن منظمة البوليزاريو ليست سوى أداة أو حرب بالوكالة لنظام العسكري الجزائري طيب أقمعي لو سمحت الطالب استمعت إلى ما طرح هنا هل هذا الحراك أو التحرك الأممي يمكن القول يصب في مصلحتكم أم في هذه المرحلة أم على العكس لسيما وأن جزائر ترفض كل المفاوضات وتحديدا من خلال آلية الطاولات المستديرة السلام عليكم شكرا على الاستضافة وتحياتي لكل الضيوف الكرام طبعا ما قالته الأمم المتحدة الآن هو ما قاله المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ما قابل هذا المبعوث والذي قبله والذي قبل ذلك يعني هناك خمسة وست مبعوثين للأمم المتحدة طيلة ثلاثين سنة ظلوا في هذا المنصب وحاولوا أن تكون هناك نوع من المفاوضات ما بين طرفين نزاعي جبهة البوليزاري والمقرب لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية من طرف مجلس الأمن لفرض الحل المطروح من طرف الأمم المتحدة في أكثر من سبعين قرار وهو حل الاستفتاء حيث يمكن لشعب الصحراء الغربية تصفية استعمار الصحراء الغربية عبر التصويت في استفتاء كما أقول دائما ما بين ما يسمى بطرح الحكم الذاتي أو استقلال الجمهورية الصحراوية أريد أن نعاقب بطريقة سريعة على محاولة ضيفكم من الرباط رغام الجزائر دائما في هذا المشكل كأن الجزائر طرف في هذا المشكل يعني هما لا يستقنون عن الكذب حتى ونحن في رمضان في هذا البيان الصادر عن الأمم المتحدة يقال أنه ستيفان ديمستورا سيلقي مشاورات غير رسمية مع طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب ومع الدول المراقبة موريتانيا والجزائر لم يتحدث عن المغرب والجزائر كدولتي يعني النزاع تحدث عن طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب وهذا طبعا منشور في موقع الرسمي للأمم المتحدة وهذا ما تقوله الأمم المتحدة فمحاولة إرغام الجزائر في هذا المشكل هو خطأ تماما وبعيد كل البعد عن الواقع من يعرق إلى المصارى الأممي من يعرق المهمة الأمم المتحدة التي موجودة الآن وهي المينورسو التي بعثتها الأمم المتحدة في 91 لقامة السلطة ولكن منذ البداية جزائر كانت طرف في هذه المفاوضات وبعد هذا بدأت برفضها يعني هي من الأساس طرفي النزاع الجزائر وموريتانيا كانت دائما طرفان مراقبان في المفاوضات كدول يعني في جوار الصحراء الغربية وكدول لها صيلة بطريقة قير مباشرة مع المنطقة الصحراوية لأنها موريتانيا شاركت في اتفاقية مادريد واقتسمت الصحراء الغربية مع موريتانيا في 75 ولأن الجزائر تحدث بين اللاجئين الصحراويين ففقط لأمور تقنية والأمور تتعلق بهذه المواضيع الثنائية تحضر موريتانيا وتحضر الجزائر كدولتان مراقبان في المفاوضات لكن طرفين نزاعهم شبهة البوليساريو والمقرب من عرق لمجهودات الأمم المتحدة دائما هي المملكة المقربية وهذا ما صرح به كريستوفر الروس المبعوث للأمم المتحدة للصحراء القربية الأسبق وما صرح به كذلك كل مبعوثية الأمم المتحدة الذين استقالوا من مصيرهم قالوا جميعا أن المقرب هو من يعرق المصار الأممي الذي يطلب استفتاء في الصحراء الغربية نعم أستاذ ماكي ملفات عدة تلقي بالضلالها على القضية تحديدا الخلاف الجزائري المغربي برأيك هل يمكن أن نشهد أي تحرك إيجابي لحل هذا النزاع في هذه المرحلة؟ أهلا بك وأهلا بديوفك وجمهورك أنا أعتقد أن الموضوع لن يحل في هذه الجولة وأعتقد أن لم تم تفاعل الضغوط حتى الوصول إلى حلحلة لهذا الملف بعد نظرا لتغير سياسات واشنطن مع تغير الإدارة الأمريكية من ترامب إلى بايدن بنجد نوع من الميوع الآن في الحديث عن الملف من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فتحت الولايات المتحدة الأمريكية كونسولية في العيون وهو اعتراف بمغربية الصحراء برضو في مغلطات كتيرة قالها الطالب في كلامه أما بيقول تحرير من استعمار استعمار مين؟ من الذي كان يستعمر؟ الذي كان يستعمر دولة على مد التاريخ وهي دولة المملكة المغربية كانت أسبانيا وأسبانيا في 1974 بعد المسيرة الخضراء في 1972 خرجت من المغرب تم جلاء الاحتلال الأسباني بالمغرب وكان هناك صراع أمام محكمة العدل الدولية يمكن بس الضيف الكريم ما تطلعش على هذه الموضوعات ولكن يمكن أن أديله فكرة 1974 صدرت فتوى محكمة العدل الدولية بأحقية المغرب في صحرائه المغربية وعدم أحقية مورتانيا دي كانت أول شق من هذه الفتوى الفتوى الثانية عدم أحقية أستانيا اللي قالت أنها أرض متروكة وأنها من حقها أنها تطالب بها دوليا المحكمة قالت لها لا هذه أراضي مغربية وعليها عائلات مغربية تسكنها منذ قدم الزمن ورفضت طلبات أسبانيا ومورتانيا من أحقيتهم في هذه الأراضي ظهرت بعد هذه الفتوى عصابة البوليساريو أو جبهة البوليساريو كما يقولوا عنها وبالتأكيد من رحم الجزائر ومن رحم جنرالات فرنسا في الجزائر الكابرنات الموجودين في الجزائر هما الذين هذا المخاض الذي أصفر عن هذا يعني الطفل المبتسر هذه العصابة عصابة البوليساريو وهي صناعة جزائرية 100% يعني لن تصدع أن تجمل الخنزير بأن تضع أحمر الشفاف على وجهه لن تصدع أن تجمل وصفقه أبقى خنزيرا عندما تم اختطاف أهالي المغاربة أهالينا في المغرب من الصحراء المغربية واقتودوا إلى معسكرات الاعتقال في تندوف من 90 إلى 125 ألف وفق التقديرات الأمم المتحدة هذه المعسكرات اللي أستانيا كانت بتحقق مع إبراهيم غالي في إجراءات التعذيب اللي بتتم في هذه المعسكرات نعم أستاذ مك نعم وتم تحقيق معه في اغتصاب سيدة صحراوية سيدة خدشته محمود بحاش نتكلم عنها هذا الذي يقال عنه رئيس دولة دولة إيه وصلت الفكرة أستاذ مك لا توجد أي مقاومات للدولة نعم لا توجد أي مقاومات للدولة لو سمحت عندما نقول عندما نقول ما يحدث الآن في الأمم المتحدة الأمم المتحدة تريد تقرير المصير تقرير المصير على أي أساس تفتع على أي أساس تطهير من احتلال من 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 الذي كان محتل ومن الذي أخرجه الملك الحسن الثاني من أراضيه بالمسيرة الخضراء وتم استعادة أراضيه وسوف يستعيد بقية الأراضي الموجودة وفقا لسبتا ومليلا نعم أستاذ مك وصلت الفكرة إبقا معي لو سامحت نعم سأنا توسع بعد قليل فهنا في جدائي بس تشويه المعلومات أمام المشاهدين نعم وصلت الفكرة دكتور دكتور رشيد فيما يتعلق بموقف الجزائر يعني موقف الجزائر واضح فيما يتعلق بالألية الطاولات المستديرة وأيضا من علاقتها مع المغرب واستمعنا إلى تصريحات الرئيس الجزائري في الأسبوع الأخير وفي الأسبوع الأخير كانت هناك اتصالات وتحركات بين الجزائر والولايات المتحدة إلى أي مدى كل هذا يقلق الرباط برأيك الرباط معلوم أن القضية هي قضية في الأصل هو صراع مغربي جزائري على خلفية الحرب الباردة وبالتالي فإن ما وقع الآن والتشددات أو الصراخات التي يطلقها تبون بين الفترة وذلك يدل بأن هناك ضغوط دولية على الجزائر لطي هذا الميلف لأن كل ما استدر خناق حول الجزائر لأن تعلم الجزائر بأن هذه القضية اتخذتها النظام الجزائري لإطالة عمر حكم العسكر والكبرانات في الجزائر وبالتالي فإنها تعتبر قضية مصيرية ونعلم جميعاً ونعلم جميعاً بأن لحل هناك هناك تيقى دولية بأن هذا الميلف هو ميلف صراع في الأصل المغربي جزائري وبالتالي فإن الكيان الوهمي الكيان المرتزقة المرتزقة البوليزاريو ما هما إلا أذوات أذوات تستخدمهم العسكر في جزائر بكل بشاعة وبكل سبيانية وحتى أن هناك بكل سبيانية في هذا الميلف وبالتالي حل هذا الميلف هو حل من خلال جلوش على الطاولة بين المغرب والجزائر كأطراف لهذا الصراع الذي عمر طاويلاً والذي بات خنجراً في الوحدة العربية والوحدة المغاربية وفي التنمية المنطقة نعم الطالب أردت تريد التعقيب الطبع على ما طرح هنا ولكن في ظل ما ذكر لا تعتقد أن موقف في الجزائر الرافض لكل المفاوضات وهذا الموقف في الصن في هذه المرحلة ألا يضر في جبهة البوليساريو وفي كل مساعيكم؟ سأرد على ضيوفك الكرام لكن سأجيب في البداية عن سؤالك لا أعرف لماذا هذا التمسك من طرفكم على أن الجزائر ترفض ياخل جزائر مرافض أي مفاوضات الجزائر استقبلت الأمم المتحدة والجزائر تدعم الشعب الصحراوي تدعم الشعب الفلسطينيو تدعم القضاء العادلة شو دخل الجزائر؟ الأمم المتحدة تستدعي جبهة البوليساريو وتتدعي المقرب كطرفي النزاع للجلوس في مفاوضات ومن أعلن عن رفضه لاستقبال ديمستورة في أكثر من مرة في الرباط كان المقرب ومن أعلن عن رفضه للجلوس في مفاوضات كانت المقرب فالطرف الذي يرفض المفاوضات هو الطرف المغربي والجزائر لا دخل لها سوى أنها تدعم قضية شعب الصحراء وفيما يتعلق بالدكتور المصري اللي ما شاء الله يبدو أكثر مغربي من المقرب أنفسهم ويتحدث عن جبهة البوليساريو لا لا إنه عربي عربي قوم عربي قوم عربي قوم عربي طيب لو سمحتهم بدون مقاطعة لا يمكن أن أفهم مرتدق لا يمكن أن أفهم لو سمحت دكتور رشيد لا يمكن أن أفهم لو سمحت لو سمحت دكتور رشيد لا أسمع بهذا ليكمل الطالب تصريحاته تفضل طالب أكمل أتجاوز يعني من يتحدث بهذا الأسلوب أتجاوز كل هذا يعني لكي لا أنزل إلى مستوى لأنه مستوى من حق تماما لو سمحتم لنعود إلى نقطة نعم تفضل للأستاذ من واشنطن أقول له نعم دكتور رشيد لو سمحت لا يمكن لا هو لم يقاطعك لو سمحت لنحترم بعضنا على البعض ولنعود إلى النقطة لنحترم بعضنا على البعض دكتور رشيد لو سمحت سترد بدورك طالب أكمل قريب من المكان الذي يتواجد فيها السيدة الآن من واشنطن يوجد مكتب شبهة البوليزاري والمعتمد والمعترف به من طرف الخارجية الأمريكية كتمثيلية رسمية للشعب الصحراوي بعيد كل البعد عن ما يسميه بالانفصاليين وإرهابيين إلى آخره وهذا ما أقرت به الخارجية الأمريكية منذ أيام في تقريرها حيث أصافت جبهة البوليزاري كممثل الشرعي للشعب الصحراوي وحركة تحرير وهي مكتب جبهة البوليزاري في واشنطن موجود في بضعة مترات فقط منها فيما تعلق بالمحاولة تعليمنا في التاريخ نحن نعاني من هذا المشكل ويمكننا إعطاك بعض المعلومات والتصحيح لك بعض المعلومات تحدث على أنه تسليم إسبانيا للصحراء الغربية للمغرب كان في 72 لقد تم توقيع اتفاقية مادريد في 14 نوبمبر 1975 حيث سلم الاستعمار الإسباني بطريقة غير شرعية وغير معترف بها أماميا سلم الصحراء الغربية إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية كما أقول تحدثت على أنه محكمة لاهاي تحدثت في موضوع الصحراء الغربية وغرت بقرارها في سنة 1974 أريد أن أصحح لك وأقول لك أن القرار صدر يوم 16 أكتوبر سنة 1975 حيث أقر المحكمة الدولية للهاي وأقرأ لك وهذا موجود أنه لا توجد أي سيلة سيادة ما بين المملكة المقربية والصحراء الغربية من جهة أو بين موريتانيا والصحراء الغربية من جهة وتقول في الصفحة 44 من هذا القرار تقول أنها تطلب من الأمم المتحدة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراء الغربية هذا ما تقوله محكمة لهاي فأرجو منك يعني أفهم أنك تريد التقرب من المغرب لأنه المغرب معروف أنه يدفع جيدا لكل أبواق الذين يدافعون Kakbot لآ komma glitch لا Gorpa لو سمحتم لا يمكن بهذه الطريقة لنقبل بهذا لا 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 لو سمحتم هذه وجهة نظر للطالب لنحترم بعضنا البعض أستاذ ماكسا تعقب بعد قليل طالب بجملة لو سمحت في جملة الحديث الحديث عن الخنازير وعن الكلاء الحديث عن الخنازير وعن الكلاء ولكن لو سمحتم هو دليل على مستوى عظيمكم لا 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 يمكن أن ننزل لهذا المستوى في هذا البرنامج لو سمحتم طالب هذا دليل على المستوى الذي لا أريد أن ننزل إليه يتحدث عن الخنازير وعن الكلاء فأترك له هذه العبارات وصلت الفكرة طالب لو سمحت وصلت الفكرة أستاذ ماك تفضل تريد التعقيم لنحترم بعضنا البعض إن سمحتم طالب طالب انتهت في أسبانيا ليه عشان أبوك قبل سنة 74 كان من أهل الصحراء المغربية وأسبانيا قدت لأبوك الجنسية عشان أنت كده موجود في أسبانيا واحد اتنين أنت ليه مش موجود في معسكرات تندوف عشان تقاوم مع الجبهة البولاريسارية لماذا؟ لماذا أنت تجلس وتنعم في خائرات أوروبا وفي خائرات أستانيا التي تتحدث عنها بهذا الشكل؟ واحد نمرة تلاتة أسف أنت بتتكلم على محكمة العدد الدولية بتقول صفحة 44 طبعا عندي صفحة 44 برضو بطول غير أنت بتقوله انتهى بل والله عبيد أنت تطلع على الهوى وتقول أنا معايا صفحة 44 تتتكلم في إيه؟ القرار الذي خرج من محكمة العدد الدولية في لهاي بأحقية المغرب بأحقية المغرب بعدين أنت بتقول أمريكا بتعترف بالبوليساريو أمريكا بتعترف بكل الحرقات الإرهابية ولها مكاتب في واشنطن أنت عارف طبعا المخابرات الأمريكية بتتعامل مع هذه الإعصابات حتى يكون لها مصالح لها في المستقبل لكن أمريكا فتحت قنصليتها في العيون هو ده الاعتراض بمغربية الصحراء سوما أنت بتتهمني أن أنا مغربية أنا غير صحيح وتعرف أنه غير صحيح لا توجد أي سفاة لا توجد أي تمثيلية 20 دولة عربية أنا أشاطف إخرص بقى طالب لو سمحت لا يمكن بهذه الطريقة طالب لو سمحت لا يمكن أن نفهم بهذه الطريقة تتعلم تتعلم أنا لا أستطع أن أفهم ما يجري هنا يعني لو سمحتم طالب لو سمحت يا طالب ربنا أسهل إن شاء الله تتخرج يا طالب ربنا يا كلا ما كنت أخذ شهادتك يا طالب أنت تعلمت أن أنت تهبل وتقول أي كلام والناس اللي قدامك يتنرفزوا فمعرفوش يردوا عليك أنت تهمتني أن أنا بقى أبط في الاسم المغرب أنا لا أشرف أن أكون مغربي وشعودي وكويتي وبحريني وعماني وقطري ومصري أنا عربي أنا عربي أنت إيه؟ أنت لاش إيه؟ أنت بعت ضميرك وانت بعت ضميرك ده أنت لها جيتك للأسف مغربية للأسف مغربية ما شاء الله شوف لم أنزل إلى مستوى لم أنزل إلى مستوى لو سمحتم لو سمحتم لأسف مغربية لأنزل إلى مستوى نحن أرقى ورقى منه طيب وصلت لذلك الفكرة أستاذ مك أريد أنا أتحدث معك عن موضوع طيب عن موضوع عن موضوع القارة الإفريقية طيب بجملة بجملة لو سمحت أستاذ مك بجملة بتصدر بجملة أخيرة الملك محمد السادس تكرم عليكم بحق يعني الحكم الذاتي وأعتقد أن الحكم الذاتي هو الملازل الوحيد لكم يا أخي تقول في شعب صحراوي بعدين تقول في حكم ذاتي أنت تتناقل طيب لو سمحتم أستاذ معك أستاذ معك أريد أن أعود أريد أن أتحدث في نقطة أخرى أستاذ معك معك في نقطة أخرى أستاذ معك طيب أستاذ معك كمالة هاريس تجري في هذه الأيام جولة إفريقية والهدف منها هو مواجهة النفوذ الصيني يعني نرى أن القرى الإفريقية باتت محور اهتمام كل القوى العظمى مع كل التحالفات الجديدة في المنطقة كيف برأيك سيؤثر كل هذا على الملف الصحراوي؟ بتأكيد لابد أن يؤثر عليه بالإيجاب وأعتقد أن الضغوط في طريقها إلى الضغط على الجزائر هو حل المشكلة في جنرالات فرنسا عندما يحكموا الجزائر كابرانات الجزائر هم الذين عندهم الحل هم اللي خلقوا هذا الطفل المبتسر المشوه الاسم جابهة الفوليساريو وبيعمل على مصالحها الجزائر تريد أن يكون لها منفذ على المحيط الأطلسي تريد الصروة السمكية تريد الفسفات تريد الدهب تريد صروات هذا البلد الجزائر بالتأكيد لا تغفر أبداً أن دعمت المغرب حركة الماك حركة الماك الوطنية أمازيغ الجزائر أصل الجزائر عندما دعمتهم المغرب واعترفت بهم هذا ما أثار حفيزة الجزائر وأثار حفيزة أن تأتي بهذا الطفل المبتسر الاسم البوليساريو يا ابني روح وقعد بقى مع أصحابك هنا وجاهد بقى رمسك سلاح أستاذ مك أستاذ مك أستاذ مك أستاذ مك لو سمحت دكتور رشيد تنافس القوى العظمى على القرى الإفريقية برأيك كيف يمكن للمغرب أن تستغل هذا التنافس لصالحها؟ بداية سيدتي passing رجاء ثم رجاء بأن النقاش في قناة المحترمة يجمو أدوات النقاش وبالتالي فإن بعض المراهقين وبعض الكلمات المراهق لا نعود إلى سؤال لا 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 نصف مقليا أجل تفضل سيدتي من المفروض أنه هو نقاس فكري ونقاس سياسي رزين وإذا كان هناك تصرفات بعض المرايقين فنعود للشعو أكثر ما هي نقاس للرأي والرأي المخالف ويكون تكون فضاء ليستفيد المشاهد الكريم وبالتالي فإن يلزم الحد الأدنى من الاحترام والحد الأدنى من الروح الفكري حتى أنكم يجب أن تنتقوا ضيوفكم ليكونوا لا يتبقى للوقت تبقى لدقيقة لو سمحت دكتور رشيد سيدتي بأن هناك تحولات إقليمية وتحولات دولية هذه التحولات الإقليمية والدولية سترغم الولايات المتحدة على وضوح في موقفها لأن هناك باتت قوى كبرى وعاملة في إفريقيا وبالتالي هذه القوى الكبرى يمكن أن تشاهم في حل هذا الميلف من خلال أولا وسط الفكرة لم يتبقى للوقت أريد تعقيب بجملة من الطالب أخيرا لو سمحت الطالب بجملة فقط أريد أن توضح لي إذا كانت هذه كاميرا خفية لأنه مستوى الضيوف يقرب كثيرا إلى الكوميديا هذا حمار أستاذ ماك شهر قاوي من واشنطن شكرا جزيلا لك دكتور رشيد الأزرق رئيس مركز شمالي في قيد درسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية شكرا جزيلا لك نهاية هذا المسائل شكرا جزيلا لك